السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكريمات مرحبا بكم في قناة متبخدارين أتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير أنتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله جبت لكم تحلية رمضانية بالبانان سهلة في التحضير اقتصادية وأهم حاجة أنها كد يبنينا بلا قياس أكيد لوليدات ديالك ولا الزوج ديالك تنال إعجاب ديالهم وغاد يشكرك أيضا على المشهود اللي درتي نتمنى فعلا أنا كنت جربوها وتنال إعجاب ديالكم إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنا كنت أبنون فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش أنا كنت دعموني بلايك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم فأبقى معايا تشوفوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركة الله أول حاجة غدي نحضروه هي الفلون عندي هنا يا نسطرو ديال الحليب مايو عديل 500 ميلي لتر جوج معلقة كبارين ديال سكر سنيدة كيس ديال الفلون بنكات الكراميل بنسبة الفلون فهو فلون يكيت خلط معا سطرو ديال الحليب غدي نزيد معلقة كبيرة ديال الميزينة أولا ديال ناشا الدورة غدي نخلطها مزيان وغدي نضيفهم على الحليب غدي نرد الحليب فوق نار هادئة مع تحريك الموستمر توصل لدرجة الغلايان وهنايا غدي ندوز باش نحضروه الكووس ديالنا هنايا غدي نجيب اي بيسكوي كانك يتوفر عندكم انا هنايا الدرس اوريو ممكن اناكم تديرو الكيكي لا كانك يتوفر عندكم يعني شي مسكوتها درسيوها وشط لكم فصوبوها فتح لي هادي غدي نديرها كا في الكووس وكتبقا كا اضافة اللي ما كيتوفرش عندو لكي كلا بيسكوي في الدر فيصغنع عليها غير صراحة كتديد نكهة رائعة خصوصا إلا كانت بالكاكاو مع المضاق ديال الكراميل والمضاق ديال الكاكاو كيتواتو وكيجيو بنانين بزاف هنايا الحليب او للفلون بعد ما طابلي كيما كتلاحظو تكيوصل لدرجة الغلايان غدي نزيد 15 القطعة ديال بيسكوي يكون عادي ممكن انا كم تديرو بيسكوي ديال جوش دراهم كامل انا هنا يا استعملت بيسكوي عادي صابلي عادي غدي نخلطو مزيان مع الحليب ممكن فاد المرحلة هدي انا كم تديرو كأس لخلاطو تطحنو كل شي انا غدي نستعمل الميكسور فاخليس كل شي في الكاسترونة غدي نخلط مزيان تنحس بدك البيسكوي تفزق مزيان مع الحليب غدي نزيد معه جوج ديال البانانات او لجوج حبات ديال البانان وغدي نطحن كل شي سيرجع لي خليط مجانس كيما قد لكم اما استعملو الميكسور اليداوي او الا استعملو كأس لخلاط على حسب الرغبة ديالكم سوف يهنا ايام بعد ما طحنتو بطريقة سهلة وبسيطة غدي نجيبو غدي نخويه في الكووس ديالي انتو ماي لما استعمل شي وش بيسكوي في الكووس او الكيكي اللي كان كيتوفر عندكم فاستعملوها كمباشرة بلا ما تديرو اي حاجة غير هكا كديرو في الكويسين ديالكم اردوه التلاجاء يبرد صراحة كييجيب بنين بلاقياص الريحة ديالو كتحمق او المضاق ولا ارواع انتمنى فعلا انا كم تجربوه حيث فعلا كيستحق تجريبه صف هنا يكن عمر الكيسان اللي عندي وانا هنا يان سترو ديال الحليب تقريبا نخرج لي واحد استدية الكيسان عامرين غادي نردو التلاجاء يبرد تقريبا خليتو واحد نصعه في تلاجه وكل ما خليتيه في تلاجه يبرد كتر كل ما كيجيه احسن وكل ما كيزيد عقاد وكيش دراسه انا هنا يلضاق الوقت باش نحط لكم الفيديو واللي بغد توجد صحور توجده فطر ريس اناني نخليه فقط نصعه ومع ذلك فشد راسه والتحليا ديال لكم فارمرات ما كديش عقدا بززاف كدي كريمية انا هنا بعد ما تحليا ديالي بردات وشدات راسه كما كتلاحظو كيفاش كيجي شكل دياله بنزبل زين وها باي حاجه كنت كتوفر عندكم انا هنا يشديد واحد شويه ديال مكسرات شويه ديال التمر حبات قريبان ديال التمر حبات شريحه شويه دللوز هذا يعني اي حاجه كنت كتوفر عندكم في الدار ممكن ايضا تديرو الزبيب وغادي نديرو ملفوق ممكن تديرو فوقه المعساله ممكن تديرو فقط شويه ديال شعرية ديال الشكلات ملفوق او لا ايضا ممكن انكم تديروا خطوط عشوائية بشكلات من الفق على حسب الرغبة ديالكم انا هنا ياسوب تمكسارات بشكة جيغانية وفي نفس الوقت جي صحية وكيكون هدا هو شكل النهائي ديال التحلية ديالنا نتمنى فعلا انكم تجربوها حيث فعلا كتستحق الجريبة ما تنسوش انكم تابنوا فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كدليك ما تنسوش انكم دعموني بلي لايك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفات دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته